بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد وفيما يتعلق بمادة علوم القرآن وعصور التفسير ونستكمل الحديث اليوم بإذن الله عن أول ما نزل من القرآن لم يقع خلاف بين العلماء في أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو أول خمس آيات من سورة العلاق فقد ثبت ذلك بالدليل الصريح فعن محمد بن شاه بن زهري أعد عروه بن زبير أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا فكان يلحق بغاري الحراق فيتحنت فيه قال والتحنت والتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بنثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراق فجاءه للملك فقال أقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الفوح قال لخديجة أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل وهو ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما راه فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني فيها ليتني أكون حيا فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أودي وإي يدركني يومك حيا أنصرك نصر مؤزرا ثم لا يمنشى برقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم الانقطاع وهذا الحديث صريح في أن أول ما نزل من القرآن كان في غار حراء وأن أول ما نزل منه هذه الآيات الخمس من سورة العلق وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خلاف ذلك حيث جعل سورة المدثر هي أول ما نزل فقد روى البخاري ببساندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينها أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا فرجعت وقلت زملوني زملوني فدثروني فقال فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطهر والرجزة فهجر أخرجه البخاري ومسلم وقد خرج العلماء بعدد من تخريجات وبينوا هذا المعنى ولكن قد يكون في بعضها نظر ومن أحسن ما يمكن أن يجاب عنه في هذا المقام أي أن يقال أن أول ما نزل على الإطلاق هو أول خمس آياتهم من سورة العلق وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي وانقطاعه هي سورة أو بوادر سورة المدثر والله أعلم أما عن نزول القرآن على سبعة أحرف وعلاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى بداية أن يرتبط هذا النوع أو هذا المبحث بعلم نزول القرآن فهو جزء منه ثم ينبثق عنه علم القراءات والذي سيأتي الحديث عنه مستقبلا بإذن الله إذ مرجع القراءات إلى هذه الأحرف التي نزل بها القرآن وهنا ننبي إلى قاعدة مهمة وهو أنه نزل التخفيف على الأمة بالأحرف السبعة فالقصد من تنوع الأحرف وتعددها إلى سبعة أحرف هو التخفيف على الأمة بهذه الأحرف السبعة كما نصت على ذلك جملة من الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة ويمكن استخلاص عدد من الفوائد من الأحاديث التي فيها نزل القرآن على سبعة أحرف أولا الأحاديث وما فيها من الفوائد سأتي ذكرها أول حديث ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشامل بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه والحديث الثاني الذي رواه أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عباسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته ثم أقرأني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف كما روى ذلك الإمام البخاري والحديث الثالث روية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند أضاة بني غفار موقع وكان قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا أخرجه مسلم والحدث الرابع في هذا المعنى رواه أيضا أبيض مكعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه تنوعت القراءات هنا فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففظت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي خوفا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إليه الثانية أقرأ القرآن على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إليه الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام أخرجه مسلم ومن فوائد هذه الأحاديث أن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة بدلالة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار وهو موضع ماء في المدينة نزل فيها رخط أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فنوسب إليه ويضاف إلى هذا ما ورد من السنكار أبي بن كعبل لما سمع من الصحابيين غير ما سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي كان في المدينة ولو كانت الأحرف نزلت في مكة لما وقع هذا السنكار الذي يدل على ورود أمر جديد فيما يتعلق بقراءة القرآن ومن فوائد الأحاديث أن القرآن في الأهد المكي وفترة من الأهد المدني كان يقرأ على لغة قريش وذلك كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه قرأه بغير ذلك ومن فوائد الأحاديث أن هذه الأحرف نزلت من عند الله سبحانه وتعالى بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وهذا يعني أنه لا يصح أن يترك من هذه الأحرف إلا ما أدن الله عز وجل بتركه ولم يكن تنزيلها أو قولها اجتهاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي وحي من عند الله ومن فوائد الأحاديث أنه لا يمكن معرفة الأحرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ذهب إلى جواز القراءة بالمعنى ومن فوائد الأحاديث أن هذه الأحرف نزلت بالتدريج بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يزيد من الأحرف رفقا بأمته ورحمة ومن فوائد الأحاديث أن العدد سبعة يقصد به العدد المعروف تحديدا وهما بين الستة والثمانية بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف وهذا فيه دلالة على الحدي خلافة لمن ذهب إلى أن المرادة بالسبعة التكثير في العدد كما يستعمله العرب في العدد سبعة ومضاعفاته أحيانا وإرادة المضاعفة خروج عن الأصل فهو يحتاج إلى قرينة والقرينة في الأحاديث على العكس تدل على خلافة وهو أنه مقصول بذاته ومن فوائد الحديث أن هذا الاختلاف كان له أثر كبير على بعض كبار الصحابة من القراء إذ استنكر القراء بغير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكروا ذلك كما حصل لعمر من حكيم الحزام وكما حصل لأبي كذلك ومن فوائد الحديث أن القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة تعتبر قرآنا وبأيها قراء القارئ فهو مصيب ومن فوائد أيضا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدى من رب العالمين صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من الأحرف تخفيفا على أمته وترسيع عليهم في القراءة وذلك في قوله أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق وفي ذلك بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته وحصه عليهم لعلنا نكتفي بهذا القدر والحديث بإبقية بإذن الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم بالله توفيق وصلى الله عليه وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر